شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرات تفاهم وعقود تسليح بين مصر وكوريا الجنوبية ضمت مذكرات التفاهم الموقعة مذكرات تعاون في مجالات الصناعة الدفاعية والدعم اللوجستي وأخرى بشأن المبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي إضافة إلى توقيع عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوترز محليا ذلك بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع شركة هانوا الكورية الجنوبية وأكد وزير الدفاع على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور في نظم التسليح العالمية لتظل القوات المسلحة دائما تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش العالم